هنا بهذه الساحة الواقعة وسط مدينة العيون دارت فصول المواجهة بين الناقلين وبعض وحدات الأمن الوطني مواجهات تخلى لها كر وفر ولم تكت تضع وزارها إلا بعد حصول جرحة واعتقالات وسط الناقلين وهي الآن تبدو شبه خالية من كل تلك الآثار غير بعيد من ساحة المواجهة كما يسميها البعض هنا وبعد ساعات من الهدوء عشرات النساء من ذوي المعتقلين ينظمنا وقفة احتجاجية طالبنا خلالها بإطلاق سراح ذويهن ولوحنا بالتصعيد في حال لم تستجب السلطات لذلك دافؤوا عن حقوقهم ما ينقبضين زرقه في الحبس اللي ينبط منه ولي ينقبضين حبس رأيك السلطات بين منك أولي أبد الأزيز إذا أدت رئيس ما زلت السرائيس قال لنا قال لنا رئيس للفقراء والمساكين هذا ما رأيناه ويالتك ترضى أنه ظلم في صباح اليوم الموالي تبدد الهدوء بشكل كامل وعاد الهجوم على المحتجين من جديد وحدات من الأمن تنهال ضربا بالعصي وإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المحتجين العزل ولم ينقشع عجاج المعركة إلا بعد حصول إصابة في زعيم المحتجين نقل على إذرها إلى المستشفى في ظل غياب أفسط وروف لضعاية الصفية تعود أسباب هذا المشكل الذي عكر صف وهدوء مدينة العيون لمدة أيام إلى ما يعتبره الناقلون بالمدينة الضرائب المشحفة التي فرضتها عليهم سلطة التنظيم والتي لم تجد لها من مكان سوى التواري وراء هذه الجدران لكنها لا تخلو من زائر طالما اكتوا بنيران إتاواتها وبين الهدوء تارة والهجوم تارة أخرى يواصل عشرات الناقلين توقفهم عن النقل في انتظار أن يلوح حل في الأفق ينهي تلبد الغيوم المخيمة في سماء المدينة محفوظ السلك المرابطون مدينة العيون